التعليم الفني للصف الاول الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندوقي النهاردة هنتكلم عن نص من النصوص الجميلة جدا النهاردة وهو نص ابدأ بنفسك النصبت عن النهاردة بيتكلمنا عن ازاي يقدر يكون عندنا نقدر نكون عندنا مجموعة من القيم ولكن اذا كان عندنا هذه القيم ازاي نقدر نغرزها في نفوس الاخرين حلو ان انا اكون بسعد نفسي ان انا اكون بقوم من نفسي ولكن الاجمل هو تقويم الاخرين مش ان انا اقيمهم ولكن اقومهم دايما اسعى ان هم يبقوا كمان زي ما انا كويس هم كمان كويسين واجه علي كده وضروري جدا انك تخلي الناس كلها او تخلي اصدقائك او الناس اللي بيحبوك يكونوا زيك لو انت انسان متفوق عايزم يكونوا كمان زيك متفوقين لو هو لو حد انت عندك اخلاق عالية وملتزم في حياتك الشخصية انت كمان بتتمنى ان هم يكونوا زيك في هذه المعاملة تعالوا نشوف ابو الاسود الدولي اللي كلمنا في النص بتاع النهاردة تعالوا نتكلم عن حياة شاعرنا النهاردة الشاعر اسمه ظالم ابن عمر ابن سفيان الدولي من سادات التابعين وفقاء اهيها وشعرائها وهو كذلك نحوي هو من وضع علم النحو في اللغة العربية هو اول من شكل المصحف ووضع النقاط على الحروف اهتم بعلم النحو هو اللي شكل المصحف هو اللي بدأ يكلمنا عن او يحط النقاط فوق الايه الحروف جو النص هو انه اه جات كتير من الحكم في قصائد العرب على اختلاف موضوعاتهم تعالوا نشوف النص بتاع النهاردة اللي تقال في عصر صدر الاسلام بيقول ايه البيت الاول بيقول لا تنهق عن خلق وتأتي مثله عارن عليك اذا فعلت عظيمه ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يقبل ما وعصت ويقتدي بالعلم منك وينفع التعليم واراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عقيم في البيت الخامس واذا طلبت الى كريم حاجة فلقاءه يكفيك والتسليم فاذا رآك مسلما ذكر الذي كلمته فكأنه ملزوم فارجي الكريم وان رأيت جفاءه فالعطب منه والكرام كريم واذا طلبت الى لئيم حاجة فالح في رفق وانت مجيم وعجبت للدنيا ورغبة اهلها والرزق فيما بينهم مقصوم تعالوا كده في البيت الاول بيقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم البيت الاول بيقول تنهى معناها تكف او تمنع او تزجر كل دي كلمات بتعني انه لا تنهى يعني لا تكف لا تمنع لا تزجر عكسها تأمر عار معناها عيب والجمع اعيار تأتي يعني تفعل او ترتكب عكسها تترك خلق اللي هو طابع طبع او سجية عظيم يعني كبير جمعها عظام او عظماء مثله يعني مثيله والجمع امثال الشاعر يحذر يحذر الشاعر كل معلم ان ينهي الناس عن ارتكاب افعال ما ويفعلها هو لان في ذلك عار عليه 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 فهذا البيت فهو معناه ان تأمرون الناس بالبر وتنسونا انفسكم قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وتأمرون الناس بالبر وتنسونا انفسكم يبقى هنا الشاعر بيحذر من خطر كبير جدا بيحذر الشاعر كل معلم ان ينهي الناس عن ارتكاب فعل ما ويفعله هل بقى المقصود بيه المعلم اللي بيعلم في المدرسة لا المعلم الذي يعلم في اي شيء بعلمك فعل الشيء وبنهاك عن فعل الشيء الاب معلم في بيته الام معلمة هو انت بالنسبة لهم القدوة ما ينفعش انك تنهى الناس عن فعل شيء معين وانت بتعمله فكرة بالضغط كده انك لما بتيجي وخلينا نتكلم بشكل صريح شوية انك لما تيجي تمنع ابنك انه يبطل مثلا انه يشوف سجاجة انه يدخل هتبقى مش مقنع بالنسبة لو هتقول لي ده انا اللي بصرف عليه وراء كل الكلام ده كلام جميل جدا انت بتصرف هو لسه مش مسؤول عن حاجة وانا بس هو هياخد الكلام ده عن عدم قناعة يعني يعني طول الوقت هيبقى فكره كده ودماغه انه ما هي لو كانت خطر كان هو بطلها لو كانت فيها هتأذيه فهو كان الاب هيبطلها يبقى هنا لا تنهي الناس عن افعال ما وتفعلها انت طيب لو قدرت نعملها لو قدرت نعمل الكلام ده كله هيبقى بالنسبالي عار اوعيب كبير وهي الاية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اتأمرون الناس بالبر ينفع نؤمر الناس بالبر وتنسى انفسكم لا طبعا ما ننساش نفسنا يبقى قبل ما نؤمر الناس او ننهي الناس عن فعل شيء واجب علينا كمان ان احنا نكون انتهينا اصلا منه لان لو ما انتهناش منه هنبقى صعب جدا او هيبقى صعب علينا ان احنا نكنع الناس بتركه او بتركه تعالوا نروح لمواطن الجمال ونشوف الجمال بتقول ايه قال لي لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق وتأتي مثله هنا لا تنهى اسلوب نهي اي لا زائد فعل مضارع هنا يعد اسلوب ايه نهي والغرض منه النصح والارشاد غرض منه النصح والارشاد عار عظيم العار هنا وصف العار بيفيد التهويل يعني هنا بيبالغ قوي ان انا لو عملت الشيء ده وامرت الناس ان هي ما تعملوش هيبقى بالنسبة لي عار يعني شيء مغزي ومؤسف وشيء صعب جدا انه يحصل تنهى عن خلق تأتي مثله جملة عكس جملة وطالما جاي لجملة عكس جملة يبقى هنا نوعها مقابلة نوعها ايه مقابلة المقابلة تؤدح المعنى بالتضاد او تؤكد المعنى وتوضحه يبقى كده البيت الاول اكدنا على معاني الكلمات بتاعته يبقى تنهى يعني تقف وعار يعني عيب وجمعها اعيار وتأتي يعني تفعل او ترتكب وعكسها تترك خلق يعني طابع طبع يعني لا تنهى عن خلق حاجة موجودة في طبيعتك او في سجيتك عظيم يعني شيء كبير وجمعها عظم وعظم عظم وعظم مثله يعني شيء مثيل لي في البيت رقم اتنين بيقول ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم نفسك يعني نفسك يعني ذاتك انهيها يعني امنعها ضلالها عكسها هديها ورشادها هي الضلال عكسه الرشاد والهداية في البيت التاني الشرح بتاعه بيقول فيجب ان تبدأ بنفسك فتنهيها فتنهيها عن الظلم والبغي عند اذن تكون حكيما مالكا لامرك يبقى في البيت رقم اتنين بيقولك واجب عليك ان تبدأ بنفسك واجب عليك ان نبدأ بنفسك طب ليه لاننا لما هبدأ بنفسي هقدر اقنع الاخرين بفكرتي يجب علي ان انا ابدأ بنفسي انهي نفسي عن البغي انهي نفسي عن الظلم كل الاشياء دي هتخليني قدام الناس انسان حكيم لانك مش ممكن ابدا تأمر الناس بعدم الاستغلال وانت انسان مستغل تأمر الناس بعدم تأمر الناس بالرحمة وانت انسان عندك قصوة يبقى واجب علي قبل ما قول للناس انت واجب عليك انك تعمل كذا واجب علي ان انا نبدأ بنفسي ارحم الاخرين وهي الفكرة اللي موجودة في مجتمعنا مجتمع احنا للأسف بقينا نستغل بعض هي كل واحد بيستغل في مهنته الاخر ممكن تلاقي المدرس في مهنته بيستغل بيستغل اي مهنة بيستغل وليه الامر وليه الامر بيستغل المهندس والمهندس بيستغل الدكتور والدكتور بيستغل كل واحد مننا بيبقى في منظومة كله بيستغل الاخر اذا هنا واجب علي عشان اكلم الناس وقول للناس ان انت واجب ان انت ترخص السعر الحاجة دي واجب علي ان انا نبدأ بنفس الاول لو كل واحد بدأ بنفسه هترجع الحياة كما كانت المنظومة هيبقى ليها اسلوب وطريقة مختلفة هيبقى هنا واجب علي ابدأ بنفسك يجب علي ان انا نبدأ بنفسي انهي نفسي عن الظلم والبع هكون ساعتها انسان لي قيمة هكون انسان حكيم هيتسمع كلامك نروح لمواطن الجمال قال لي ابدأ انهيها كلمة عكس كلمة احنا قلنا لما تيجي كلمة عكس كلمة يبقى نوعها طباق الطباق بيعمل ايه يؤكد المعنى ويوضح في البداية التانية قال لي كلمة انهيها انهيها عن الغي صور النفس بانسان بوجه الي انه بوجه الى النهي انه ينتهي عن الشيء ده يعني كاني بكلم نفسي وقول لها لو سمحتي ما تعمليش كدتين يبقى هنا دي اسمها استعارة مكنية لانه مفيش فرق بين الانسان ونفسه وتخيل وكأن شخصية بيتكلم معاها يبقى دي استعارة مكنية سر جمالها التشخيص فانت حكيم اما اقول انت حكيم يبقى هنا نوعها تشبيه وزي ما وضحنا كده عشان افرق ما بين التشبيه واللي استعارة حط مثل كده فانت مثل الحكيم يبقى هنا تشبيه اللي بيصلح او بيصلح من نفسه بين بال انسان نفسه عامل زي الانسان الحكيم او زي الانسان الحكيم طبعا هنا نتيجة لما قبلها اذا انتهت عنه فانت حكيم هنا الشرط جايب اذا اذا عملت كذا هيحصل كذا نروح للبيت التالت بيقول فهناك يقبل ما وعصت ويقتدي بالعلم ومنك وينفع التعليم اذا كنت اذا كانت اقوالك هتناسب افحالك هتصبح بالنسبة لهم قدوة حسنة وهينتفع بعلمك وعملك الاخرين تعالوا نقول معانيك كلمات ونوضح سورة البيت التالت قال في البيت التالت كلمة وعصت معناها كلمة وعصت معناها انا صحت يقتدي يعني يفعل الشيء او يفعل مثله يعني انا بعمل الشيء فحده هيقتدي بيا فهيعمل زي وعكسها يخالف يقبل يعني يؤخذ ينفع معناها يفيد في البيت التالت بيقول اذا كنت كدوة حسنة هتتناسب اقوالك مع افعالك طيب انا النهاردة لما اأمر الناس بفعل الشيء ده وانا بعمله امرت واحد مثلا انه يلتز امتصالاته وانا بصله هو شايفني كل ازان بروح للمسجد وبصل ملتزم بتنصح ابنك او بنتك وتقول له لازم تصلي لان مش هيصلي هيدخل النار وبدأت توجيه هو لسه صغير هتصبح بالنسبة له كدوة لانه شايفك رايح جاي بتتعب بتعمل ده حبا في الله وخوفا منه فاذا سيفعل مثلك هتبقى بالنسبة له كدوة فاي حد تسمع حد يقولك انا كدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم ما احسنها كدوة يبقى هنا انا باقتدب مين بالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الكدوة اللي انت بتقتدب بيها عارف كانت بتعمل ايه لما يجي حد يقولك ايه انا كدوتي المدرس فلان فلاني راجل محترم بيخش يشرح في حصته راجل ملتزم اه ما بياخرش صلى فهي انا نفسي اكون زي هي بتبدأ بفكرة زي ما انا كده زمان لما كنت في فترة السنوية عجبني قوي مدرس وقاعد اه قدامي وحاطت رجل على رجل ومسك الجريدة اه الله المدرس ده لي شكل كده ولي قيمة اه كانت في الفسحة كده فشفت الشكل كده عجبني المنظر عجبني المنظر ان هو لي ستايل اه مسك الجريدة الجورنال وقاعد بيقرأ فيها وبيخش يشرح حسته ملتزم في كل شيء فليه ما خدتش انت الانسان ده كده خدته كده بدأت افكر ازاي تبقى مدرس ازاي تبقى توصل لده خلاص انت حطيت في دماغك انك عايز تبقى زي ده فلازم تعمل الشيء اللي كان بيعمل فخلاص تبتدي تروح له تقول له طب انت وصلت للمرحلة دي ازاي انا زاكرتك تهدت عملت ازاي ازاي بتذاكر ازاي بتقدر تنظم وقتك كل الحاجات دي كلها ارشادات بيدها لك المعلم يبقى هنا ازا كنت قدوة حسنة هتتناسب اقوالك مع افعالك هتلاقي الناس كلها هتعمل زيك وهينتفع بعلمك وعملك الاخري تعالوا نروح لمواطن الجمال يقتدي به هو ينفع يقتدي بالعلم صور العلم بانسان بيقتدى به يبقى هنا دي اسمها استعارة مكنية استعارة مكنية سر جمالها التشخيص لانه صورتها بايه بانسان طيب قالك فهناك يقبل ما وعصت ويقتدي بالعلم منك وينفع التعليم يعني البيت كله كناية عن تنفيذ او سرعة تنفيذ ما يقال اثر عمل قدوة مع الاخرين فاثر فيهم فعملوا زي العلم التعليم كلمتان متشابهتان يبقى بينهم ايه جناس ناقص يبقى الكلمتين لما يكونوا شبه بعض بالنسبة للصف الاول لازم نعرف لاحظوا كده كلمة فهناك يقبل ما وعصت ويقتدي بالعلم هنلاحظ كده كلمة بالعلم وكلمة التعليم يبقى العلم والتعليم كلمتان متشابهتان ولما يكون كلمتان متشابهتان في الشعر يبقى دا اسمه جناس يبقى دا اسمه ايه جناس طب ليه بنقول عليه جناس ناقص لان الجناس الناقص كلمتين متشابهتين ولكن مش في كل الحروف طب لو كان في كل الحروف يبقى دا اسمه جناس تام ولكن فيه شرط مهم ان يختلف المعنى يعني لما قول صليت المغرب في المغرب يبقى المغرب والمغرب بينهم جناس تام لأن المغرب الأولى غير المغرب التاني وأراك تصلح بالرشاد عكو لنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم تصلح عكسها تفسد عقولنا مفردها عقل الرشاد عكسها معناها الهداية عقيم يعني معدم وجمعها عقام طيب قال وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم من ينصح غيره ويصلح عقولهم ويعجز عن إرشاد نفسه يصبح إنسان عقيم إيه معنى الكلام اللي حضرك بتقوله؟ يعني في حد ممكن ينصح الآخرين يقول الواحد مثلا بطل سجايف والولد فعلا يبط ما تشربش ما تدخنش لأن ده يدر جدا بالصحة ويسبب الوفاة وحاجات كثيرة أول فتبتدي تنصحه فالولد ينفذ وإنت ما تقدرش تعمل ده تصبح بالنسباله إنسان عقيم يعني من يستطيع أن يصلح الآخرين ويعجز عن إصلاح نفسه فهو إنسان عقيم كده البيت الرابع خلص وتعالوا نروح لمواطن الجمال بتاعة البيت الرابع تصلح بالرشاد عكلنا هو ينفع أن نصلح بالرشاد عكلنا لا يبقى دي اسمها استعارة مكنية ينفع الألم ده لما يبوز أصلحه ينفع يبقى صوره بشيء مادي يبقى استعارة مكنية سر جمالها التكسيم تعالوا نروح للبيت رقم خمس وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاءه يكفيك والتسليم يقال هنا إذا طلبت إلى الكريم إلى كريم حاجة كريم الذي يعطي بلا حدود أو الإنسان المعطاء قال إن الكريم صاحب العطاء خير يكفيك منه حسن اللقاء والتسليم يبقى هنا الإنسان الكريم هو دايما بيكفيك منه حسن اللقاء والسلام إذا طلبت إلى كريم هنا استعارة مكنية إذا طلبت إلى كريم حاجة يبقى هنا شبه الحاجة بشيء مادي يطلب وسر جمالها التكسيم كلمة كريم هنا كلمة نكرة للتعظيم وكلمة حاجة نكرة للعموم والشمول لقاءك لقاءه يكفيك والتسليم كناية عن عظم وقدر الحاجة الكريم قال في البيت السادس فإذا رآك مسلما ذكر الذي كلمته فكأنه ملزوم ملزوم يعني واجب عليه إذا التقيت بالإنسان الكريم ذكرك بحسن اللقاء ولقاءه وسلامه يكفيان يعني أنت لو سلم عليك إنسان كريم يكفيك منه حسن السلام وحسن اللقاء والبيت كله طبعا كناية عن إفشاء السلام هو أيضا نتيجة لما قبله الفاء في كل الجمل بتفيد السرعة فأرجي الكريم وإن رأيت جفاءه فالعتب منه والكرامه كريم الكريم الذي يعطي بلا حدود وعكسها طبعا البخيل جفاءه غلز خلقه عكسها سمحته إذا كان عندك إنسان إذا كنت هتتعامل مع الإنسان الكريم وإن رأيت جفاءه حتى لو كان عندك غلص شوية فالعتب منه والكرامه كريم يعني حتى لو كان فيه منه بعض الغلزة إلا إنه في النهاية هو كريم الصلة هو كريم الأصل أرجي الكريم أرجي ده إسلوب إيه؟ أمر غرضه النصح والإرشاد رأيت جفاءه هو الجفاء ممكن نشوفه دي برضو استعارة مكنية سر جمالها التشخيص وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم مديم يعني مستمر ألح جاية من الإلحاح أو الإسرار إذا طلبت من اللئيم فاطلب دايما منه بإلحاح وداوم حتى يحقق لك لأن الإنسان اللئيم هيبضل طول الوقت بيتهرب منك فألح في رفق وأنت مديم كناية عن رفق والمدومة وحسن الطلب وعجبت للدنيا ورغبة أهلها والرزق فيما بينهم مقصوم الدنيا عكسها الآخرة رغبة يعني طلب مقصوم يعني محدد من عند الله قال إنه ما فيش داعي أبدا للتصارع ما بين الناس على الدنيا لأنه دايما الرزق ده مقصوم ما الإنسان ملوش دخل فيه هتقول لي يا مستر يعني كده إحنا ما نشتغلش لأ واجب عليك إنك تشتغل تعمل اللي عليك ولكن إنه يبقى فيه صراع دائم على الرزق لأنه الرزق كده كده اسعى وعمل اللي انت عايزه ولكن بدون ما تزعل حد منك ولا تزعل حد عليك بمعنى إنك ابذل مجهول اشتغل اعمل اللي انت عايزه ويعرف إنه مهما صارع على الرزق مش هتنال غير اللي ربنا كاتبهه لك برضه حتى لو ربنا رزقك بالكتير فقادر ياخده منك حاجة بسيطة وصغيرة وقليلة جدا فهي مفيش داعي أبدا للصراع لأنه دايما لازم نعرف إن إحنا حياتنا كلها بإيد ربنا ومفيش داعي إن أنا أخسر حد عشان الفلوس لأنه ده صراع هيفضل دايما زائل البيت كله كناية طبعا عن ضمان الرزق عجلت للدنيا استعارة مكنية صورتها بشيء أو بامرأة بتتعجب الرزق فيه ما بينهم مقسوم استعارة مكنية نص نص من النصوص الجميلة جدا ونص طبعا بيجي للصف الأول السنوي في الفصل الدراسي الثاني ناخد بالنا إنه النص ده فيه أفكار جميلة جدا واجب علي أنا إن أنا أستفيد منها اللي هي فكرة مهمة جدا عشان تنصح الناس واجب علي أن نبدأ بنفسي عشان أقدر أحقق لنفسي الخير والسعادة وانصح الآخرين عشان ينالوا نفس الإحساس كان معكم أستاذ عمر الصق شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة